عايزين نكمل بقى إزاي برضو أفصل كل خطوات إن أنا أعرف أفصل صح بس روشيتة هي كاملة بداية أنام مظبوطة مواعيد مظبوطة وأفضل مواعيد للنوم اللي هي من عشرة لأربعة خمسة الصبح أكيد مش كلنا بنعرف نعمل كده قوي بس بنحاول الفترة دي على قدر الإمكان إن إحنا ننام لأن في حاجة اسمها الساعة البيولوجية فده هيريح جسمي وهيخلي كل الغدد الهرمونات تبقى مظبوطة وهيبقى حالة الصحية جيدة جدا وفي نفس الوقت ده هياخدنا لفكرة إن أنا بنام مظبوط باكل وبشرب إزاي التغذية الصحية في الفترة دي يعني بلاش أروح للحاجات برقم واحد بما إنها روشيتة فعايزين بس إيه عشان الناس ما تهش مننا أنام واصحة بدري النوم المظبوط لازم أخذ ساعات نومي الصح المظبوط ويفضل من بدري شوية يعني لغاية الفجر ده أكتر وقت الجسم بيحتاجه هو ربنا عمل لنا نظام كده إحنا بس اللي بنتجاوزه فدي أول حاجة رقم اتنين الأكل المظبوط الأكل الصحي مش هنتكلم بقى ده موضوع تاني بس يعني أنا عايز أكون هلسي عايز أكل أكل صحي عايز أبعد عن الحاجات المنبهات الجنك فود الحاجات دي خصوان في الفترة دي يعني هو طبعا ده نظام يا ريت يبقى لايف ستايل لنا كلنا بس أنا بتكلم في الفترة دي عشان تريح كمان المعدة لأن المعدة والقولون هي سبب رئيسي جدا لو إحنا بنتكلم نارضة عن الاكتئاب وعن أمراضنا سبب رئيسي ومهم جدا يعني أنت لو صلحت المعدة أنت عليكت الاكتئاب معلومة مهمة جدا نفسنا سعر أشرب ميا كويس تمام شرب الميا بالمقدار المظهور تلاتة لتر يوميا دايما نقول يعني هي ليها حزبة على حسب الوزن ممكن حد يحتاج كمية أقل من كده شوية أو يعني كده أو أكتر رابح حاجة الرياضة الرياضة هنا أنا مش أقصد أن أنا لازم أروح جيم مش رفاهية يعني مش بنتكلم عن الجيم والحاجات مش زي ما قلنا أنا محتاج أتعرض لدوق الشمس محتاج فيتامين دي فيتامين دا اللي إحنا دايما أكتر ناس بتشتكي منه المصريين أكتر ناس عندهم خلل في فيتامين دا اللي مش عارفة ليه المصريين معنى أنها بلد الشمس والدفا فأنت متخالة ليه وظائف الدين ليه وظائف قد إيه عضوية ونفسية وإحنا بنكامل الوقت عايزين نفسل ونفسيتنا تبقى أحسن فعايز أعلي الفيتامين دا تحديدا فيتامين دي من الشمس فشفتي لما قلنا النوم ونصحة بدري اطلع اتماشى المشيه رياضة هونت بتاخد فيتامين من الشمس فدي نقطة مهمة جدا أتماشى حتى لو أنا بتماشى لله هدف يعني مش ضروري أن أنا عندي تسك معين ألاقي كل حد كل يوم لازم أمشي مش عارف من المسافة دي المسافة دي بنفس يعني بتماشى بسمع مزيكة وأنا ماشي أيوة يعني بفضي دماغي هو ده اللي أنا أقصده اللي هي حتة فيها رياضة وإيموشنال شوية ده مهم جدا جدا نيجي لحاجة أهم بقى كل دكم حاجة دي بقى الله في حاجة أهم من كل ده الرياضة رياضة روحية يعني اللي هي إيه الميديتيشن يعني عشان الناس بتقدل تقولي يا إيمان بطلي المصطلحات الإنجليزي الميديتيشن اللي هي اللي هي التأمل الروحية يعني اللي هو زي اليوجا كده يعني عارفين اللي هو إيه ده كده أنا باخد شاور طاقة بقى خلاص التأمل ميديتيشن يا جماعة أنا أقعد كده واسيب وروح أتأمل أتأمل في ربنا وخلقة ربنا والنعم اللي ده لي ربنا يعني أتأمل عموما في الكون دي الميديتيشن في كل حاجة يعني إحنا عندنا في طاقت التسبيح والذكر أيوة يعني دي من الحاجات اللي أنا بسميها برضو رياضة روحية حلو ده يعني هي حاجة عندنا في الدين بس أنت مش عارف هي بتعمل إيه على المستوى الجسدي والنفسي والروحي شوفوا لما دكتور نفسي يكلمكو في ده يعني إحنا مش جايبين شيخ من اللي أظهر دكتور نفسي ده معناه إيه إن المشاكل أهو بتجيله العيادة ودي حاجات مهمة جداً بيقولها حتى للناس اللي بتجيله يعني التسبيح دي العارف لو أنا قلت لهم قوموا سباحوا وقالك إيما نستشيخت يعني فأنا بالعكس أنا مسطوطة جداً بالكلام ده أكبر شحنة ونورانية للطاقة البشرية إن أنا أسبح ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإحنا بنتكلم عايزين إيه والنفسية فقد إيه الموضوع جميل قوي فعشان كده التأملات بقى إحنا بنتكلم في أنواع كتير قوي يعني إحنا بنقول لكم زي تعلو الرياضة الروحانية صحي كده بنعليها بالذكر بنعليها بقيتين بنعليها هقولك حاجة أنا دلوقتي أبسط حاجة كده ممكن أعملها في عشر دقيقة بس كل يوم إن أنا أقعد في مكان هادي ريلاكس مشغل أي حاجة بتساعدني على soft music كده ومصطلقي خالص فارد جسمي وأعصابي وابتدي أخذ طريقة التنفس العلاجية ممكن حتى نقولها بسرعة كده إن أنا باخد النفس النفس من البطن وأنا باخد النفس عكس ما الناس يقوله خد نفس يشفت يدخل بطن لأ أنا عايز العكس وإنت بتاخد النفس بطنك هيا اللي بتطلع لبرا من الأنف طب ورينا كده دكتور أهو وقت من نفس ثلاث ثواني وبعد كده خرج النفس تاني زفير البطن ترجع تاني يبقى وأنا باخد النفس البطن بتطلع تملى هوا وبعدين أمسك النفس وبعدين أخرج النفس تاني لغاية لما البطن ترجع تاني للموضع الطبيعي بتاعها ده التنفس الصح العلاجي ده التنفس علاج اللي احنا بنقول عليه أيها بالزبط كده ده لو أنا قررته كده تسع مرات بصي بقى ضغطي مش مزبوط ضربات قلبي في أي ديبريشن دايخ مصدع كل ده هيتزبط في اللحظة والتو حالا هو علاجه هو سهل وآمن وسريع ومجاني لكل الناس فالتنفس ألف به طاقة أنت تنفس الأعضاء المخ بيتغذى على إيه؟ على الأكسجين أكسجين فتخالي لما أنا بدي كل حاجة الطاقة والغزة اللي هو محتاج هيعمل إيه؟ هيعمل حالة توازن حالا خلاص؟ ده فيه تدريبات تنفس للرجيم للرجيم تخيلي أنه قد إيه بحرق طاقة بتقنية معاناة يقولك بقى هنا اعمل دي مثلا ستة تلاتة ستة يعني أخذ الشريك في ستة واجتما يعني ليها بقى كذا حزبة كده وعدد وطريقة وتقنية وكده آخر سؤال إحنا تكلمنا خلاص عن الرشتة إزاي أستقبل الاكتئاب الموسمي وزاي أبعد عنه إزاي أنا بقى بره الحكاية وإزاي أعلي الرياضة الروحانية فيه ناس دلوقتي بتسأل طيب لو الناس في الفترة دي بتقولك أنا عندي شراها للحلويات أكتر وفيه ناس عندها شراها لمواد تاني هل الاكتئاب بيخليني أنا بيروح أنا على نوع أكل معين ممكن بيكونش أنا بحبه أساسا أي اضطراب بيحصل هو دايما عندنا فيه ردين فعلي تلاقي أي حد لو لاحظت جاله مثلا اكتئاب أو اضطراب في المزاكل تلاقي فيه حد ما بيأكلش خالص ويخس وحد تاني يدخن جدا تقولك أنا أكتئب أدخن أكتئب أدخن أطلع عمي في الأكل صح يحصل كده وفيه حد تاني ما يعرفش خالص ليه بيخس جدا فيه حد لما يكتئب ينام كتير قوي وفيه حد ما يجليش نوم خالص صح هو اضطراب هو ده غلط وده غلط هو حصل لخبطة جواه هي اللي خلت أن يحصل كده خلل في الساعة البيولوجية بتاعته في المراكز العصبية طيب مين أكتر في التغيرات يا دكتور محمد الستات ولا الرجالة يعني مين أكتر عرضة للاكتئاب المسلم دي إحنا كستات ولا الرجالة أكيد الستات الآخر سؤال الستات دعفت كمانا الستات يعيني شايلين كل حيث